مسلسل هدوء وعواصف قصة المسلسل تتمحور في علاقة حب بين هدى ومحمود لكن الظروف المادية تمنعهم من الزواج بعدها تتزوج خالد الذي يعمل في شركة والد وبعد الزواج يحد من حريتها في العمل والخروج من البيت وأبو بدر التاجر الجشع الذي يتزوج بالسر من الموظفة التي تعمل في شركته وتكون بينهم مشاكل بسبب حملها منه المسلسل من تأليف أحمد الفردان وأخراج محمد القفاص وإليكم أبطال المسلسل بعد 19 عاماً ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر